وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 490 قضية تموينية بمضبطات بلغت 179 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 49 طن كما تم ضبط 70 طن إسمنت وحديد تسليح في مجال البيع بأزيادة من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي تم ضبط 60 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 725 قضية من بينها 71 قضية خبز ناقص للوزن و60 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات تلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت 44 طن أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر